بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام للأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعد فقد رفع الله سبحانه وتعالى قدر حبيبه صلى الله عليه وسلم وأعلى شأنه ومنزلته ورفع ذكره قال تعالى ورفعنا لك ذكرك ولم يقسم الله بحياة أحد إلا بحياة حبيبه صلى الله على حضرته قال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ومن إكرام الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم في النداءات القرآنية أنه لم يذكر اسمه مجردا أو لم ينادي عليه باسمه المجرد وإنما كان النداء على خاتم أنبيائه ورسله مشفوعا بشرف النبوة وعز الرسالة فجاء الخطاب يا أيها النبي يا أيها الرسول ولما جاء الخطاب مشفوعا بشرف النبوة وعز الرسالة أسند الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم شرف الدعوة إليه فقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جاء الإذن من الله لشرف الدعوة إلى الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا جاءت النداءات القرآنية لسيدنا صلى الله على حضراته متمثلة في الشرف فما خاطبه باسمه وإنما ناداه بالنبوة والرسالة ليدل على عظم قدره ومكانته عند ربه تبارك وتعالى وكلفه ربه جل وعلا بالنبوة والرسالة وشرف الدعوة إليه تعظيما وتشريفا بل خاطبه ربه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه المنزلة التي لم يصل إليها أحد وأوصله ربه تبارك وتعالى في رحلة المعراج إلى السماء إلى ما لم يصل إليه أحد قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ولما ذكر المولى تبارك وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن أسنده إلى النبوة وإلى الرسالة فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقال في خواتيم سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار مع أن الخطاب للأنبياء جاء باسمهم مجردا قال الله تبارك وتعالى يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يا موسى يا عيسى يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى آخر الآيات والنداءات أما في النداءات القرآنية لسيدنا رسول الله صلى الله على حضرته وآله فجاءت للتكريم والتعظيم من شأنه ومن منزلته ومن مكانته عند ربه تبارك وتعالى وهو الأهل لذلك صلى الله على حضرته وآله بل إنه صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نصلي عليه وقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ولذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى في النداء على المؤمنين بأن نشترك معه سبحانه وتعالى ومع الملائكة فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأرى أن من المخارج لما نحن فيه في زماننا من أزمات ومحن أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا صلى الله على حضرته فالذي قال لأبي لما قال له أجعل صلاتي كلها لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك فبالصلاة والسلام على حضرته تكفى الهموم وتغفر الذنوب وتزيد الأرزاق وتتسع الآفاق ويتحسن الحال وتنشرح الصدور ولذا فإننا نأخذ بالأسباب ثم نحوقل ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم نصلي ونسلم على سيرنا وسندنا لا سيما في أول الدعاء وفي آخر الدعاء ونعلم أن ما بين الصلاتين مقبول نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى موسيقى